السلام عليكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من درس مادات الفيزياء والكيمياء السنة الثالثة إذا درس جديد اللي هو الإزاكسيون ميكانيك دونك قلت تلات الميكانيكية دونك نشوفو تلاتة المحاول في هذا الدرس الإزاكسيون ميكانيك إلغة إفي ديفيرون تيب داكسيون ميكانيك بلون الإزاكسيون ميكانيك سنبدأ بالإزاكسيون ميكانيك إلغة إفي إذن نلاحظو في هذه الصورة اللي رأينا في الأسفل أن واحد طفلة تجر واحد اللعبة ديالها اللي عبارة عن عرابة دونك وش هو مفهوم ديال هاد الانوشيون ميكانيك على قتوب هاد الصورة إذن نتلاحظو أن هاد طفلة كتقوم بعملية جر العرابة الهد العملية ديال الجر عرابة في el-فيزياء يسميه eventual الفيزياء يعحس قان ب chamado ميكانيك هذا هو التأثير ميكانيكي إذن هذا التأثير الميكانيكي لما يحتاج لابد جيكزيخس لأكسيون أبولي لأكتر السلوي لسيبي أوروسوى سي لأرسوفور فالصورة اللي عندنا شكون هو الأكتر هو البنت اللي عندنا هنا هي اللي كي اكزيخس لأكسيون اللي كديننا التأثير و هو اللي يتعرض لهذا التأثير اللي هو من سبلينا هيا هاد العربة ديالها إذن وغاني نشوفو آخر حاجة اللي هو اللي في لاحظوا أن هاد اللي في اللي هو المفعول هاد المفعول ملسيبنا لنا في هاد الصورة هتلاحظوا أنها قامت بتحريك العربة نوك هادك هو اللي في ديالنا نوك هاد لي زي في عندنا أنواع وغاني ندعو ب اللي في ديناك اللي في الرقم واحد اللي هو ناخدو هاد الصورة اللي هي عبارة عن واحد اللايف غالي يضربنا الكورة دونك لجوور فراب لبالان شكوه هو اللي غالي قوم بالتأثير دونك لجوور شكوه هو اللي غالي تعرض للتأثير دونك فهذا الحالة سي لبالان دمار نفوتو اللي في اللي في قلنا هو المفعول ديال التأثير الميكانيكي دونك هاد المفعول واشا هو نلاحظوا هاد الكورة في اللي طا انيسيال ديالها كانت اوغوبو كانت في حالة سكون ولكن عندما قام لاعب بضربها فهو جعلها في حالة حركة دونك هاد الكورة هو مفعول جعلها تقوم بحركة ادن كاتل خيس ما لاحظناه لجوور اكزيرس 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 واحد تأتي الميكانيكي على الكورة وجعلها في حالة حركة دونك اول افي اشوفو تاني افي دونك انا لاحظوا عندنا لجوور فراب البالان بار اون غاكات لك اللاعب هنا يونس العناوي اللي هو لاعب التينيس مغريبي اتلاحظوا انه قام بالضعب الكورة بالغاكات اديال ادن هنا هاد الكورة وهاد الغاكات لك شكون هو الاكتور الاكتور من سبالي الذي قام الفعل اللي هي الغاكات شكون لغسوفور هو البالان ولكن في هذه الحالة هل قمنا بتحريق الكورة ولا طبية الحال لا لان الكورة كانت مسبقا في حالة حركة هاد لغاكات وشهو الضور ديال هنا في هذه الحالة عندما قام اللاعب بضرب الكورة فهنا غير المصار ديالها ادن لفين اللي غري ديله لغاكات سور البالان سي مودي في تغيير تغيير ولا تغيير المصار ادن لغاكات اجزرس انا اكسي ميكانيك سور التأثير إذن هو هو التأثير هو هو وشهد هل قمنا بتحديك هل جعلنا الغسور في حالة حركة الغسور تابت إذن قمنا بتشويه النابد إذن النابد اللي هو الغسور لفى اللي دنا هنا الديفورماشن هي التشويه مثلا مثلا اخونا واحد لقاطع ديال البونج وقمنا بتضغط عليها هذك الاكسيون ميكانيك اللي داروها أصابع ديالنا على ديال البونج ست انا اكسيون مفعول ديالها سي الديفورماشن قمنا بتشويه ديال البونج ديالنا إذن إذن الغسور الآن شفنا ثلاثة تعالي زيفي ثلاثة تعالي المفعول إذن نشوفوا 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 هاد السام هاد 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 نشوفوا 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 نشوفا نشوف هاد نشوفوا 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 لأروبو لديفورماشن أو بيان مانتونيغ انيكيليب هالزوج سوى ديفورماشن سوى ماتخ انيكيليب سوى ديزيفي ستاتيك إذا أصنفنا هالزيفي نصنفوهم لزوج ديناميك وستاتيك إذا مفوتو لديفيرون تيب داكسيون ميكانيك هنشوفو هاد لديفيرون تيب داكسيون ميكانيك هنوعد هنشوف هات السؤال واش داروري باش دوقعد هنا واحد λأكسيون ميكانيك خص Antarctica يكون حالة تamas اللأ اولأس نشوفو هاد ليتيب د داكسيون ميكانيك نشوفو هاد ليتيب داكسيون ميكانيك داكسيون ميكانيك تياتي الميكانيكي عن تamas إذا سوصن tingricane au cordikal إلي gagn قا確 انتخ كان واحد تamas ما بين الاكتر والرسفور اللو المؤتر والمؤتر عليه هل سان دو دو تيب هاد لزاقسيو ميكانيك دو كنت ننوح لول اللي كنسميوه لزاقسيو ميكانيك دو كنت لقاليزي هاد لقانت انتر لأكتور يلو رسوفر سوفي او 1 point باش كان نقول لبلي انا أكتور ميكانيك دو كنت لقاليزي لقانتر اللي كيكو عدنا كيكتماس ما بين لأكتور يلو رسوفر سوفي او 1 point لاتيو اقزم نفهم وحسن اذا اخذنا هذا البول وراها مربطة بشكل عندنا خيط هنا وهذا الكورا وللقورة اذا تأتي ديال الخيط على الكورا هو تأتي التاماس حيث رحه كان تماس بناتهم كان 1 contact entre 2 ولكن عندك التاماس كان غير واش كان في 1 مساحة كبيرة او غير في 1 point كان غير في 1 point لك لكي قعدنا في 1 point كان سميوه هذا ال contact صعب لانه يجب بغاقص مهلق يدير شبك لانه اجزمبل يدير فروه جيدا في الحزم مكلمة هي اجزم بغاقص يدير شابه يدير شابه أو الوحيدة لا يعمل لأنه يعمل مجلب واحدة واحدة في مجال التمس يعمل يعمل أحد الأكتئن ميكانيك الوحيدة محل إذن الأكتئن لذلك الأكتئن ميكانيك الوحيدة جميع التمس موز محي Lore موز المترجم لك الوحيدة التي تفهم ترجمها محي مpresa هناك أمبوان. هناك أمبوان. هناك أمبوان. نأخذ المعروب على هذا المسابع. هناك تأثير هذا التامس ما بين المسابع والمسابع هو التامس موزع. لا يكون نشغل في نقطة واحدة. ولكن هناك ميساحة التي تكون كبيرة من الجسم. إذاً في هذا الحالة الأقسيان إكزرسية من المسابع على المسابع يتوين أكسيان دو كونتاكت غير بارتي. تماز موزع. هناك نوع الثاني من أكسيان ميكانيك دو كونتاكت. و كميثال نأخذو الو دو لامر اللي في ديالو أو الأكسيان ميكانيك ديالو على الباطو ديالو. هناك تلاحظو أنه يتعرض تأثير ميكانيكي من طرف الماء. وهالتأثير قد تضيب عقب التأثير إلى الأسفل جد الأسفل على ميكانيك دو كونتاكت يتعرضت لدعение هو التأتي الميكانيكي موزع على مجموعة لها الشراع ولن تنحل في نقطة واحدة إذن نغير في نوع التأتي� ميكانيك حسنا إذا نحن نحن التأتيان ميكانيك في المنزل بين الأعجار ومعرفونه لا تأتي ما بين الأعجار واحد مرسوفه ولكن كان واحد لأكسيون ميكانيك نحن نأخذو إجزامل الإجزامل ديالنا هو هاد ليمو ميغناطيس والتأكسي ديالو على هاد الكوريه المصنوع من الحديد إدان هاد الكوريه المصنوع من الحديد وشار يوقع لها غالي تنجادب لهاد ليمو ولكن هاد تأتير بناتهم هاد تأتير هو تأتيرون عن بعد بدون تمس إدان ليمو إجزرس إن أكسيون ميكانيك أدستان سور لابي دفر وانحن نرى هنا ولكن عموما نحن نسيته الائزامل ونقوم بإجزibil إدنا هنا لدينا نوع الثاني مثال آخر وهو تأتي الالأرض على الأشياء الموجودة فقوها الأرض تسللت على الأجسام واحد تأثير ميكانيكي عن بعد ما شنا عرفنا من هذه التفاحة أنها سقطت نحو الأسفل ما طلعت نحو الأعلى هو رازع المسمى بالجالبية دي الأرض وهالتأثير دي الأرض على هالتفاحة هو تأثير عن بعد إذن وقال نقول لنا الأخير فقال وهي البيلون دي الأكسيون ميكانيك إذن فعل البيلون دي الأكسيون ميكانيك لنأخذ واحد لكور نسميه Système Étudiant نحتاجه في الدس المقبل Système Étudiant هو الفئة المدروسة يقوم بإكري كل دي الأكسيون ميكانيك exercى على سجل لنأخذ حاصلة تأثير الميكانيكية نجد جميع التأثير الميكانيكية مصلطة على واحد الجسم نأخذه مثال هنا واحد لابول انفار واحد الكورية نعمل الحديد وربطناها بواحد لوفي ونقوم بها واحد ليمو إذن ما هي التأثيرات التي تسلطت على هذه الكورية نحن الكورية يجب أن تختار واحد الجسم للدرس لذلك Système Étudiant نسبتنا لابول انفار هذه الكورية بالحديد إذن التأثيرات التي وقت لن يجب أن نفوحنا في دول الأقسية ية نحنishо نحن نحن دال واحد التأثير مع التأثير الإنت اليأثير لنتأثير نحن عا دستanze. يناقو ها اليiliyor الي يخلقق اوال واحدabان行 الكامπان يجب التأثير من الأATION يجب التأثيرLي يجب التأثير النار فيجب التأثير üst الى إلا تأتي الأ свое ها التأثير mantى حبتبي ثالثة قوحة تأتير عن بورد خلفا ت lead أكش advantage فيجب التأثير الأكشان Exerce الطاقة pak منض المنقذ تأمير ديب أن ادع حج يُمع канал الدنيا التأثير الثاني وهو تأثير الارض نسميناه جاذبية الارض دائماً يكون تأثير الارض إذاً الأكسيون اكزيسيب على التأثير على البول هذا التأثير الرقم ثلاثة وهو التأثير داخل في الأكسيون إذا برينا نكتبوا بلون الأكسيون يمكننا أن نقولوا جميع التأثيرات التي يخدع لها هذا الجسم الذي ندرسه بمعنى أن ندرسنا هنا لأبو انفر يمكننا أن نجدوا جميع التأثيرات التي تكون لها هنا يوجد ثلاثة تأثيرات إذا نصنفها أكسيون الارض نصنفها لا نصنفها ونكتبوهم بثلاثة واحد زوج ثلاثة هذا الشيء الذي يقعين هذه الأكسيون اكزيسيب على التأثير على البول انفر عندها واحد تسميها يحتاجوها مراجعة نسميها أبولي بوا ديكو وزن الجسم ويحتاجوها في الدس ديال ليفاقس وغلي نكون وصلنا لأخير الدس وفي دس إن شاء الله آخر مقبل موسيقى